السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا مع دخول قانون الحشيش حيز التنفيذ اليوم الأول تجمع مئات الناس للتدخين بشكل علني أعلن الشرطة الألمانية أنه تجمع أمام البغندنبوغا تور في العاصب الألمانية برلين حوالي 1500 شخص ليقوموا للمرة الأولى بالتدخين تدخين الحشيش بشكل علني دون الاختباء دون مخالفة القانون وتجمعوا في عدة مدن أيضا في كولن وهمبوغ ولكن بشكل رئيسي في العاصمة الألمانية برلين لتنفيذ القانون الذي دخل حيز التنفيذ بمعنى الاستفادة من هذا القانون بأن لا يكون التدخين الحشيش ممنوعا بعض التصريحات مثلا لبعض الأشخاص أعضاء في نوادي مثلا مثل هنغي بلوتك عضو في الديوتش هنفابانت دي هافاو يعني عضو في اتحاد القنب الألماني أعلن أنه للمرة الأولى شعر بالراحة لأنه استطاع تدخين سيجارة بشكل يعني شرعي وليس بشكل غير شرعي بشكل ممنوع والاختباء من الشرطة يعني في مخالفة للقانون وإنما الآن أصبح هذا الفعل غير مخالف للقانون طبعا حسب القانون الصادر الآن كما على المسباب الرئيسية التي دعت الحكومة الألمانية إلى تشريع هذا القانون حسب وزير الصحة الألماني بشكل خاص هو أولا رد بالسوق السوداء والأنواع الرديئة الموجودة فيه وعدم السماح باستفادة تدجار سوق السوداء من هذه الأموال وأيضا لم يستطيعوا منعه على بدأ أعوام وعشرات الأعوام بكل الأحوال وكذلك أيضا الانتقال من مرحلة المنع إلى مرحلة السماح مع نشر الوعي وتخفيف العبء أيضا على جهاز الشرطة والقضاء في ألمانيا من القضايا المرتبطة يعني بالحشيش عندما يتم تثبيت حيازة شخص لعدة جرامات بيتم تسجيل الضبط وتحويله للمحكمة هذا أيضا عمل إداري ضخم للشرطة والقضاء طبعا هذا حسب المعلومات الرسمية من الحكومة الألمانية نقطة هامة جدا أيضا باعتبار أنه أصبح مشروعا ومسموحا حتى أحد المتابعين يعني لقناتنا يعني كتب لي في تعليق يعني بشكل محترم جدا طبعا كتب لي قال لي أنه يعني الابتعاد عن حتى استعمال كلمة تعاطي الحشيش وإنما تدخين الحشيش يعني أن لا يتم وصم هذا الفعل بكلمة سلبية يعني هذا ما يفهم من التعليق فبتمنى أسمع أيضا رأيكم بهذا الموضوع بعد دخول الموضوع يعني حيز التنفيذ الآن في ألمانيا بشكل واسع مع وجود ضوابط طبعا يعني لكل شخص فقط فوق 18 لا يجوز الاقتراب من المدارس الأندية الرياضية الأماكن اللي فيها أطفال يعني هذه بيجب الابتعاد عنها ننتقل الآن للموضوع التالي تم الأعلان الآن عن وصول أكبر عدد خلال 24 ساعة إلى جزيرة قبرص اليونانية حيث وصل إلى هذه الجزيرة عبر القوارب في البحر الأبيض المتوسط 270 شخص خلال مدة 24 ساعة معظمهم من السوريين وعلى متن القوارب كان رجال نساء أطفال وتم إنقاذهم أيضا من خفر السواحل القبرصي وجلبهم إلى الجزيرة الذين وصلوا يعني معرف عادة عبر قوارب بداية أو بلمات يعني بتم نقل الناس عبر البحر الشيء الملفت بالنظر أن معظمهم من الجنسية السورية وأيضا أنهم حسب خفر السواحل القبرصي أنهم لم ينطلقوا من سوريا وإنما انطلقوا من لبنان ففي الفترة الأخيرة يعني منذ بداية هذا العام عدد اللاجئين الواصلين الآن إلى جزيرة قبرص اليونانية 2675 شخص وهذا يعتبر رقم كبير قياسا لجزيرة يعني ودولة صغيرة مثل قبرص في هذه الحالة والشيء الذي تم التأكيد عليه أيضا أنه من بين الأشخاص الذين وصلوا وتم إنقاذهم ونقلهم إلى الجزيرة أربعة أشخاص تم احتجازهم يعني بمعنى إلقاء القبض عليهم لأنهم على ما يبدو المهربين دائما المهرب يتم إلقاء القبض عليه ويعني لممارسة عمل غير شرعي بتهريب البشر الشيء الموجع بالقلب يعني مرة أخرى عن طلاق موسم عبور البحار للوصول إلى دول أوروبية وفي هذا الفصل يعني لازلنا في بداية الربيع يعني المياه لا تزال بالتأكيد باردة في البحر الأمواج لا تزال عالية الجو لا يزال متقلب فعادة الناس على ما يبدو للمخاطرة بحياتها وعبور البحار فالآن يعني وصول عدد كبير من الأشخاص معظمهم من السوريين إلى قبرص نتقل الآن للموضوع التالي قبل عدة أيام كما نعلم مع الأسف الشديد في حادث مروع في ألمانيا انقلب باص فليكسبوس لشركة فليكسبوس الشهيرة لنقل الركاب عبر الباصات في ألمانيا وأوروبا في هذا الحادث على الأعنوين لا تزال الأسباب مجهولة عن سبب الحادث الآن رئيس شركة فليكسبوس في تصريح له أيضا بيّن بعض الأسباب وبعض الأمور من الأشياء التي تحدث عنها أن السائق الذي كان يقود الباص هو سائق خبير ذو خبرة يعني عنده خبرة في هذه المهنة على ما يبدو وأن الباص من أحدث الأنواع وأنه يعني حصل في وقت قريب على تف يعني كامل يعني تم فحصه تقنيا بشكل كامل ولا يعرف السبب يعني لحد الآن لإنقلاب هذا الباص على الأعنوين ولكن تصريح يعني قال أنني يجب أن أقوله وهو كما نعلم أنه في هذه الحادثة توفي أربعة أشخاص وجرح عدد أكبر من الناس ولكن أربعة أشخاص حتى توفوا وقال أنه على ما يبدو أن الأشخاص لم يكونوا يعني رابطين حزام الأمان زي فان نيشت عن جشنالت وهذه النقطة التي يتم التدقيق عليها في ألمانيا بشكل كبير وبشكل دائم من قبل الشرطة لأن ربط الحزام يعني الإنسان نفسه بالحزام يعطي أمان أكبر للشخص عند الحادث عند التصادم بأن لا يعني يخرج مثلا من السيارة من الصدمة ممكن الإنسان يطير من السيارة فبقاء الإنسان في المقعد يعني وعن طريق الحزام يعني مغلق عليه هو أيضا عامل أمان كبير يتم التدقيق عليه في ألمانيا بشكل كبير جدا جدا مقارنة مع دول أخرى حتى وتنفيذه بشكل صارم فربما الآن يعني قال أحد الأسماء طبعا هذا ليس تبريرا يعني ولكن قد يكون لعب الدور أو عامل أيضا في وفاة الأشخاص أنهم كانوا غير مربوطين بحزام الأمان ننتقل الآن للموضوع التالي بعد اتفاق شركة الخطوط الحديدية الألمانية لدويت شوبان والجيدة لنقابة العمال السياقية القطارات والإضرابات التي شاهدناها في الأشهر الماضية التي عطلت مصالح الناس بشكل واسع وخاصة لمن يتنقل بشكل يومي بالقطارات مثلا من خلال الذهاب إلى العمل أو إلى الجامعة أو إلى أي مكان آخر ولكن من يستعمل وسائل المواصلات هذه بشكل رئيسي وبشكل يومي تضرر في الوقت السابق وأعلن شركة الآن عن تعويضات بسيطة بتخفيض أسعار بعض البطاقات القطارات هذا كتعويض عن فترة الإضرابات التي حصلت في ألمانيا فلذلك فإنه سيتم بيع بطاقات بسعر مخفض يعني بنسبة 20% من 2 أبخل لأربع أبخل يعني من 2 إلى 4 بشكل خلال مدة 3 أيام فقط سيتم بيع بعض البطاقات المخفضة بنسبة 20% وأيضا لمن يحمل بطاقة البانكات 25 أو 50 سيحصل على تخفيض إضافي بنسبة 25% وفقط البطاقات التي ستبع في هذا الوقت يعني ستحصل على هذا التخفيض هذا ما أعلنت عنه الشركة كتعويض عن فترة الإضرابات التي حصلت فهل هذا يرضي الناس؟ يعني طبعا الآن بعد الاتفاق شبح الإضرابات زال لأن الاتفاق سيكون شاملا لحتى عام 2026 فبالتالي حتى ذلك الوقت يتم تفاوض بعدها مرة أخرى على أجور جديدة ولكن حتى ذلك الوقت من المفترض أن لا نشهد إضرابات لدى شركة الخطوط الحديدية الألمانية في الموضوع التالي في فيديو البارحة ذكرنا أن وزير المالية الألماني خسيا لنا وعدة بتخفيف ضريبة على العاملين في ألمانيا ملايين الناس العاملة تدفع الضرائب إلى الدولة الألمانية طبعا كراتب نتو من البوتو عن اقتطاعات جزء من هذه الضريبة هي أيضا اللونشتوية اللي هي ضريبة الدخل أيضا التي تندف تفعها يعني كعين كومشتوية في ألمانيا وعدة بأن يتم تخفيضها وسن قانون من أجل ذلك أيضا موازاتا لرفع نسبة المساعدات الاجتماعية للمترقي المساعدات حسب نظام البيوغا جل في ألمانيا وعد أن يرى هذا القانون النور في 2024 عن طريق اللي هو المبلغ الأساسي الذي ليس عليه ضريب إذا تم رفعه بالتالي يستفيد يعني العاملين في ألمانيا بشكل عام على مستوى السنة وحتى على مستوى الشهري يعني بأرقام حسب التخفيف الضريبي الذي سيأتي يعني ممكن 20-30-40-50 يورو ممكن يستفيد الإنسان في هذه الحالة إذا تم فعلا رفع القنط في هايبتخاك وهو ما وعد به وزير المالية وأن يتم العمل على قانون يرى النور في فصل الخريف في هذا العام الهيابس وللعوام القادمة أيضا 25 و 26 و 25 و 26 وبالتالي يعني هذا يعتبر وعد كبير العاملين في ألمانيا بتخفيف الضريبي عنهم ولكن وزير المالية مقاطعة بيان الآن ألبيت فغكا شككا في صحة هذه الرغبة أو في صحة هذا الإعلان واعتبر أنه وزير المالية الألمانية يعني حزب الاف دي بي في الحكومة الألمانية أنه إما غير قادر أو لا يريد على يعني لا يريد إثبات نفسه يعني بمعنى أن دائما اتهم بحزب السي دي او لسي سو الونيون بشكل خاص دائما عب يدعو حزب الاف دي بي مثلا للخروج من الاتلاف طبعا إذا خرجوا تفرط الحكومة يعني وعادة لا أحد يتركوا الحكم فدائما في ضغط كبير أيضا حزب الاف دي بي تحديد أنه حزب ليبرالي يعني حزب الخضر والاس بي دي في توفق كبير كثير بالسياسة ولكن حزب الاف دي بي عادة هو الحزب الذي يتحالف مع حزب السي دي و سي سو مع الونيون يعني في حكومات سابقة فبالتالي الضغط على حزب الاف دي بي 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 بشكل أكبر وشككوا في صحة نوايا هذا الإعلان يعني مقاطعة بايان ووزير ماليتها إن كانت فعلا سيتم تنفيذ ذلك مقاطعة بايان هي التي تدعو بشكل دائم أن العمل في ألمانيا يجب أن يؤجر بشكل محق وبشكل جيد لكل من يعمل في ألمانيا ومن ضمنها تخفيف العبء الضريبي على العاملين في ألمانيا كنتم يكونوا عملنا جولة سريعة ومختصرة قدر الإمكان على أهم المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته